أهلاً بكم إلى راديو فرصة العالم الأخيرة التابع لموقع World's Last Chance وهو خدمة مخصصة لتعلم كيفية العيش في استعداد دائماً لعودة المخلص طوراً الفي عام والمؤمنون من كل جيل يتوقون إلى أن يكون الجيل الأخير ولكن خلافاً للاعتقاد الشائع لم يعطي المسيح المؤمنين علامات الأزمنة لينتبهوا إليها بل على العكس حذر يهوشو مراراً من أن مجيئه سيفاجئ حتى المؤمنين وأوصاهم بإلحاح بأن يكونوا مستعدين دائماً إذ قال لذلك كونوا أنتم أيضاً مستعدين لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان متى 24-44 راديو فرصة العالم الأخيرة نعلم العقول ونعد القلوب لعودة المسيح المفاجئة قبل سنوات شاهدت مقابلة مع نجم الروك البريطاني ستينغ عرض فيها المحاور مقطعاً من مقابلة سابقة أجريت قبل بضع سنوات في المقابلة السابقة شبه ستينغ كل إنسان بجزيرة فنحن جميعاً مخلوقات منعزلة وما نفعله نفعله بمفردنا ولا تؤثر أفعالنا على أي شخص آخر إلى آخره إلى آخره ثم في محاولة واضحة لإحراج المغني عرض المحاور مقطعاً من مقابلة أحدث ذكر فيها ستينغ أن الجميع على صلة وأننا جميعاً جزء من كل أكبر وبابتسام ساخرة بالكاد أخفاها سأله المحاور عن معتقداته المتغيرة وبدل الشعور بالحرج هز ستينغ كتفيه وقال حسناً هذا يظهر أنني أفكر أنني أدرس أتعلم فعدم تغيير معتقداتك يظهر أنك لا تستكشف أفكاراً جديدة إذا كنت تتابع فرصة العالم الأخير منذ فترة فأنت تعلم أن أحد أكبر مجالات دراستنا واهتمامنا هو النبوء أنتجنا مقالات وفيديوهات كثيرة وحلقات إذاعية حول جوانب مختلفة من النبوء وما تعنيه بالنسبة إلى الجيل الأخير لذا ربما لا أحد مندهش أكثر منا لأنه مع المزيد من الدراسة توصلنا إلى أن أدلة تدعم نبوءات كثيرة كنا نؤمن بأنها مستقبلية لكنها سبق وتحققت مرحباً أنا سامي صابر تستمعون إلى راديو فرصة العالم الأخيرة حيث نغطي مواضيع متعلقة بالكتاب المقدس والنبوء والمعتقدات الكتابية والتقوى العملية والاستعداد الدائم لعودة يهوشوة في الحلقات القادمة سنغطي جميع جوانب هذا التحول الضخم في معتقداتنا ولكن اليوم طلبت من يوسف أن يقدم إلينا نظرة عامة حول تفسير سفر الرؤية مع توفر عدد قليل من النبوءات التي لم تتحقق بعد في الماضي ركزنا على الأبواق وعلى الضربات السبع الأخيرة وبنى مسيحيون كثيرون تصاميم لاهوتية ضخمة ورسم سيناريوهات مخيفة تتكهن بسمة الوحش وغيرها إذن كيف نفهم سفر الرؤية؟ إن كانت معظم هذه النبوءات قد تحققت يوسف سيصلط الضوء على ذلك اليوم لاحقاً في فقرة البريد اليومي سيجيب يوسف عن سؤال حول أصل فكرة السبت القماري وما إذا كان هذا مصدراً موثوقاً به ثم لدى نادية يعقوب وعد بشأن وفاء يهوى كأفضل صديق لك على الإطلاق يوسف كلنا آذان صاغم شكراً سامي هل تعرف ما هو التناقض اللفظي؟ بالتأكيد أرود كلمتين متناقضتين في العبارة عينها مثلاً القسوة اللطيفة أو الكآبة السعيدة هذه كلها تناقضات لفظية إنها في الأساس تناقض في المصطلحات سامي بالنسبة إلى معظم المسيحيين بمن فيهم أنا صفر الرؤية هو تناقض في المصطلحات إذا أخذت أي نسخة من الكتاب المقدس وانتقلت إلى الرؤية فستلاحظ أن هذا الصفر يحمل أحد أطول عنوين أي صفر في الكتاب المقدس إن لم يكن الأطول إنه رؤية المسيح ليحنى لهتي ما هي الرؤية؟ كشف عن أمر كان سرياً الكشف عن حقيقة غير معروفة سابقاً ولكن يا سامي اسأل أي مؤمن ما إذا حاول قراءة الرؤية وسيخبرك الجميع أن الأمر صعب فالسفر مليء بالرمزية ولا يستطيع المسيحيون حتى الاتفاق على الأجزاء التي يجب فهمها حرفياً والأجزاء التي يجب تفسيرها مجازياً من الصعب حقاً فهم السفر الرؤية فهو ودانيال من أصعب الأصفار في الكتاب المقدس لجهة الفهم إنه أصعب من دانيال ففي دانيال على الأقل نرى جبرائيل يأتي ويفسر له الرؤى على عكس سفر الرؤية فهو ليس وحياً هذا لأننا قراء القرن الحد والعشرين ونفتقر إلى المعرفة التي كان يتمتع بها جمهور يحنى في القرن الأول فسفر الرؤية يفترض أن جمهوره يتمتع بقدر كبير من المعرفة وهي ما كان مؤمنوا القرن الأول يتمتعون بها ماذا عن المؤمنين اليوم؟ ليس كثيراً نعم يمكننا قراءة الكلمات المترجمة إلى العربية ولكن هل نفهم ما تعنيه؟ وكأننا نقرأ لغة لا نتقنها بالفعل يا سامي نحن كذلك إنها لغة رمزية وإذا كنت لا تعرف ما تعنيه الرموز فلن تعرف الرسالة التي يحاول يحنى نقلها تذكر أن الإمبراطورية الرومانية الوثنية أنذاك كانت قوية جداً وكان المؤمنون يتعرضون للضهاد رهيب فيحنى نفسه حكم عليه بالغليان في الزيت ونجى بأعجوبة بفضل نعمة ياه لكن السلطات كانت تشتبه بأي رسالة تنشر بين المؤمنين المتفرقين للفتنة من خلال إخفاء الرسالة بالرمزية تمكن يهوى من إيصال المعلومات اللازمة للمؤمنين في جميع أنحاء آسيا الصغرى وبلاد الشام إذن كيف يفترض بنا أن نفك رموز رسالة يحنى فاسم السفر نفسه يخبرنا أن يهوى يريدنا أن نعرف ما تعنيه إنها رؤية كيف نفهمها قرأت عن الفرسان الأربعة وجامات الغضب والوحوش الصاعدة من البحر أقر بأنها صور غريبة حقاً لفك رموز سفر الرؤية كما تقول علينا التحلي بمعرفة مماثلة لمعرفة الجمهور يحنى المستهدف من السهل أن نفترض أنهم كانوا في المقام الأول فلاحين غير متعلمين ونتكلم عن التلاميذ باعتبارهم صيادين غير متعلمين ولكن كانوا جميعاً على دراية بمجال واحد وهو الكتاب المقدس بالنسبة إليهم هو كان العهد القديم لم تكن الأنجيل منتشرة ولم يكن لكل منهم نسخته الخاصة ولكن كل أسبوع في المجامع اليهودية في جميع أنحاء إسرائيل كانت تتم قراءة العهد القديم وكان شائعاً أن يحفظ الناس مقاطع جمة من كتابات العهد القديم قرأت ذات مرة أن بولوس بصفته عضواً في السنهدرين كان عليه حفظ أسفار موسى الخمسة بالكامل حتى يعتبر مؤهلاً للانضمام إلى السنهدرين وهذا واضح في كتاباته يا سامي عندما تقرأ أسفار بولوس تلاحظ أن كتاباته مليئة باقتباسات من العهد القديم لكن لا يذكر الفصل والآية كما نفعل اليوم فتقسيم أسفار الكتاب المقدس إلى فصول وآيات مختلفة لم يحصل إلا لاحقاً وأضاف البيزنطيون عنوين فرعية في القرن الخامس لكن لم يضف ستيفن لانجتون رئيس أساقفة كانتربوري تقسيمات الإصحاحات الحديثة إلا حوالي عام 1227 للميلاد ومعرفة بولوس الواسعة بالعهد القديم تتجلى من خلال تكرار اقتباسه من وهو ليس الوحيد الذي يفعل ذلك فيهوذ يقتبس على نطاق واسع من سفر أخنوخ الذي رغم كونه غير وارد في كتبنا المقدسة الحديثة إلا أنه قبل باعتباره موحاً به من المسيحيين الأوائل هل تقبله باعتباره موحاً به؟ نعم أعني أننا إذا أردنا أن نفهم رسالة الرؤية فيجب أن نفهم العهد القديم يجب أن نعود وندرسه وستتوضح أمامنا الرموز المستخدمة في الرؤية لم تتوفر للمؤمنين في القرن الأول إمكانية الوصول إلى المعلومات المتوفرة لدينا اليوم لم تتوفر أي كتب رقمية أو كتب صوتية ولا الأفلام لم يتوفر لديهم سوى الكتاب المقدس والأدات الأكثر إفادة لفك رموز سفر الرؤية ليست الخطب على اليوتيوب وليست أحدث كتاب عن تفسير الكتاب المقدس أو أكثر أدوات دراسة الكتاب المقدس ذكاء بل هو الكتاب المقدس نفسه أتريد فهم سفر الرؤية؟ تحتاج إلى فهم العهد القديم وأعني أن تجيده ففيه ستجد شرح الرموز وبمجرد أن تتعرف إليها سيتضح أمامك الموضوع كله أحد أصدقائي حائز على درجة الدكتوراه في اللهوت عندما كان في الجامعة كان قادرا على حضور فصل دراسي عن سفر الرؤية مع أحد علماء العهد الجديد المحترمين في اليوم الأول من الفصل قال الأستاذ للطلاب سأخبركم الآن كيف تحصلون على درجات جيدة في فصلي عليكم أن تقرأوا سفر الرؤية وإذا أنهيتم قراءته أعيد قراءته لن أعطيكم الكثير من الواجبات فمعظم درجاتكم هي من الامتحانات استخدموا هذا الوقت لقراءة سفر الرؤية احفظوه بإتقان وستنجحون وماذا حدث؟ قبل الامتحان الأول قضى صديق ساعات وساعات في دراسة ملاحظاته لم يخصص الكثير من الوقت لقراءة الرؤية بسبب الفصول الأخرى ونظرا لغياب الواجبات الدراسية الخاصة بهذا الفصل قضى المزيد من الوقت في واجباته الدراسية الأخرى لذلك درس ملاحظاته جيدا ولكنه فشل في الامتحان كاد أن يرسب لم يتميز بعدها عرف أنه إذا كان يريد النجاح فعليه أن يحاول اتباع ما أوص به الأستاذ وهذا ما فعله خصص وقتا كل يوم لقراءة سفر الرؤية كان ينتهي منه ويعاود قراءته قرأه مرارا وتكرارا وفي النهاية حصل على درجة عالية جدا في الفصل بالإضافة إلى فهم شامل للسفر ممتاز هذا ما علينا فعله في العهد القديم لفهم السفر الرؤية الكتاب المقدس نفسه هو الأداة الأكثر أهمية التي يمكنك استخدامها لفك رموز الرؤية هذا يعني أن يفسر الكتاب المقدس نفسه بنفسه أن يشرح نفسه تماما يا سامي هل تريد أن تعرف ماذا تعني رسالة يحنى في الرؤية؟ عليك أن تصبح على دراية بمعرفة جمهوره في القرن الأول فتفهمها ما من طرق مختصرة لفهم الرؤية عليك فهم العهد القديم وبمجرد أن تفعل ذلك يمكنك فك رموز الرؤية سأثبت لك ذلك يحتوي السفر الرؤية على إجمالي أربعمائة وأربع آيات وضمن هذه الآيات كم عدد المراجع التي تشير إلى مقاطع في العهد القديم؟ لا أعرف اختر رقما لا أعرف مئة؟ مئة وخمسون؟ بل خمس مئة يا سامي حسنا لا يتفق العلماء على الرقم فالأمر يعتمد إلى حد ما على كيفية العد لكن الجميع يتفقون على توفر خمس مئة مرجع على الأقل من العهد القديم في الرؤية مذهل أي أكثر من مرجع واحد لكل آية كمتوسط حسنا سنأخذ استراحة قصيرة عندما نعود ربما يمكنك مشاركة بعض هذه المراجع معنا؟ بالتأكيد يا سامي نعود بعد قليل يكمن أحد التحديات التي تواجهنا في تعلم نور جديد للحق في التوفيق بين المعتقدات المتناقضة ظاهريا مثلا يوضح الكتاب المقدس أن هناك إلها واحدا حقيقيا وهو يهوى إنه واحد ليس ثلاثة ليس ثلاثة في واحد واحد فقط يهوى نفسه ولكن من أو ما هو الروح القدس؟ لأن الكتاب المقدس يشير بالتأكيد إلى الروح القدس فإذا لم يكن شخصا ثالثا في الثالوث الإلهي فمن أو ما هو؟ سؤال سديد ويجب أن يعرف كل مؤمن إجابته إذا كنتم ترغبون في معرفة المزيد فاستمعوا إلى حلقة فرصة العالم الأخيرة الثالثة عشر بعنوان الروح القدس نفسوا ياه أكرر الروح القدس نفسوا ياه الحلقات التي سبق وأصدرت تجدونها على موقعنا www.worldslastchance.com اكتشفوا ما يقوله الكتاب المقدس عن الروح القدس ما هو وما هو عمله استمعوا إلى الروح القدس نفسوا ياه اليوم سامي هل تعرف شخصا مهووسا بالأفلام؟ أي أنه في الظروف كافة يذكر دائما اقتباسا من أحد الأفلام؟ نعم صهري بغض النظر عما يحدث دائما ما يتمكن بطريقة ما من التوصل إلى اقتباس مناسب بل رائع عادة من أحد الأفلام بطريقة ما؟ يذكرني يحنى بهوات الأفلام باستثناء أنه مهووس بالعهد القديم كتاباته في سفر الرؤية تفيذ حرفيا بمراجع من العهد القديم ولكن بدل الاقتباسات الفعلية كما يفعل بولوس فإن مراجعه تكون أكثر دقة إشاراته عبارة عن عبارات وأحيانا مجرد كلمات في إطار معين إنها تلمحات ورموز يتوقع يحنى أن يكون جمهوره على دراية بالعهد القديم مثله وفي هذه النقطة فشلنا في الماضي أتريد فهم الرؤية؟ عليك فهم العهد القديم أتعطينا بعض الأمثلة مثلا ماذا عن التنين؟ ظهر لأول مرة عند السقوط في التكوين الثالث جامات الغضب الارتباط واضح بضربات مصر عانت مصر عشر ضربات يتحدث السفر الرؤية عن سبع ضربات أخيرة لكن الارتباط قائم وحوش تخرج من البحر؟ هذا يشبه ما جاء في دانيال هذا هو مصدرها بالضبط وهكذا نعرف أن البحار تمثل الأمم والألسنة والشعوب ماذا عن الفرسان الأربعة؟ من سفر زكريا حقا مدهش أدلى أحد علماء العهد الجديد تعمق في دراسة الرؤية ببيان لطالما اعتبرته مثيرا للاهتمام قال وهنا أقتبس تنتهي جميع الأناجيل في الرؤية انتهى الاقتباس مثلا يتحدث الرؤية الثالث عشر الآية الثامنة عن حمل مذبوح منذ تكوين العالم أشار يحن المعمدان إلى يهوشوة باعتباره حمليا الذي يخلص العالم من الخطايا ولكن هناك المزيد في جميع كتابات موسى بدءا من السقوط كان موت يهوشوة يرمز إليه بالذبائح الحيوانية لذلك بدنا نعلم أن الحمل المذبوح منذ تكوين العالم هو إشارة مباشرة إلى المخلص ماذا أيضا؟ بابل في الرؤية السابعة عشر يرى يحن مرأة جالسة على وحش قرمزي اللون سامي اقرأ لنا الآيتين الرابعة والخامسة والمرأة كانت متسربلة بأرجوان وقرمز ومتحلية بذهب وحجارة كريمة ولؤلؤ ومعها كأس من ذهب في يدها مملوءة رجاسات ونجاسات زناها وعلى جبهتها اسم مكتوب سر بابل العظيمة أم الزواني ورجاسات الأرض في الرؤية الثامن عشر تقول الآيتان السادسة والسابعة جازوها كما هي أيضا جازتكم وضاعفوا لها ضعفا نظير أعمالها في الكأس التي مزجت فيها مزجوا لها ضعفا بقدر ما مجدت نفسها وتنعمت بقدر ذلك أعطوها عذابا وحزنا لأنها تقول في قلبها أنا جالسة ملكة ولست أرملة ولن أرى حزنا والآن سامي اقرأ لنا إشعياء السابع والأربعين الآيتين السابعة والثامنة وقلت إلى الأبد أكون سيدة حتى لم تضع هذه في قلبك لم تذكر آخرتها فالآن اسمعي هذا أيتها المتنعمة الجالسة بالطمأنينة القائلة في قلبها أنا وليس غيري لا أقعد أرملة ولا أعرف التكتل القول إن جميع الأناجيل تنتهي بالرؤية إدعاء دقيق إذن ماذا يعني هذا بالنسبة إلى المؤمنين المعاصرين لا أظن أن أي مننا على الطلاع بالعهد القديم كمؤمني القرن الأول هذا يعني يا سامي أننا بحاجة إلى تعلمها المشكلة التي يواجهها الكثير من المسيحيين هي أنهم تعلموا أنه يمكنهم تجاهل العهد القديم بأمان ووضعه جانباً والتركيز على العهد الجديد والمثير والمليء بالنعمة لكننا نخسر الكثير عندما نفعل ذلك فالمسيح نفسه لم يعلم أنه يجب وضع العهد القديم جانباً ماذا قال في متى الخامس الآية السابعة عشرة لا تظن أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء ما جئت لأنقض بل لأكمل لكنك لم تعرف ما أكمله المسيح إذا لم تعرف أولاً أن موسى والأنبياء وما كان عليهم أن يقولوه فلنحل للتالي انظر إلى الصراع بأكمله بين التنين ويهوى باعتباره مسرحية تعرض على مسرح كوني العهد القديم هو ما يمنحك الممثلين والمكان وحتى حبكة العهد الجديد والرؤية ذروة الأمر برمته لكنك ستفقد المعنى إذا تجاهلت العهد القديم الأمر أشبه بشراء تذاكرة لمسرحية من فصلين ثم اتخاذ قرار بتخطي الفصل الأول وحضور الفصل الثاني إذ فيه تحدث ذروة الأمر إذن من أين نبدأ؟ أنا لم أحفظ العهد القديم ولا يمكنني حفظه عن ظهر قلب بصراحة الأمر صعب هل من خطوات صغيرة تساعدنا في فهم الرؤية؟ بالتأكيد يا سامي ولا تيأسوا فمع بذلنا الجهود للتعلم والفهم سيبارك يه جهودنا ودراستنا أول ما علينا فعله هو اقتناء الكتاب المقدس الصحيح لا أعرف عن اللغات كافة ولكن في الكثير من اللغات تتوفر عشرات الترجمات المختلفة التي يمكنك الاختيار من بينها اختر الترجمة التي يسهل عليك فهمها ولكن ماذا عن الترجمات الخاطئة؟ فبعض الناس يسرون على أنه يجب استخدام هذه الترجمة أو تلك فحسب حتى أنني قرأت كتابا ذات مرة يزعم بشدة أنه ينبغي عدم استخدام بعض الترجمات الترجمات؟ بصراحة تحتوي جميع الإصدارات على بعض الترجمات الخاطئة ولكن لهذا السبب لدينا تعليقات وقواميص للكتاب المقدس الأهم هو الحصول على الكتاب المقدس الذي يمكنك فهمه ما الفائدة من قراءة ترجمة بمفردات وقواعد نحوية تعود إلى خمسمائة عام إذا لم تتمكن من فهمها؟ تذكر الكتاب المقدس كتب لعامة الناس وكتب ليفهمه الناس صحيح وبالطبع لا تدرس أبدا الكتاب المقدس من دون صلاة أطلب من يهوى أن يقودك خلال الدراسة ماذا بعد؟ لا تسرع وتمعن بالقراءة فأنت لست في سباق خذ وقتك وهذا يقودني إلى النقطة التالية المعجم الجيد لا يعتبر مفيدا جدا فحسب بل سيجعل دراستك للكتاب المقدس ممتعة للغاية ربما تكون هذه هي أسهل طريقة للوقوع على مواضيع منسوجة في جميع أنحاء الكتاب المقدس ابحث عن كلمة رئيسية في المعجم واقرأ كل آية تحتوي على تلك الكلمة من المؤكد أنه عندما تنتهي من ذلك ستدرك أنك ملم بالموضوع صحيح وهناك موارد كثيرة على الإنترنت إذا لم يكن بوسعكم شراء نسخة من معجمكم الخاص فحاولوا البحث عن نسخة على الإنترنت عندما يتعلق الأمر بدراسة الكتاب المقدس يقترح الكثيرون البدء بالعهد الجديد ولا سيما الأناجيل ففهمها أسهل ولكن عندما نحاول تعلم العهد القديم كيف نفعل ذلك؟ هل نبدأ بالتكوين الأول الآية الأولى وننتقل مباشرة إلى الآية الأخيرة في ملاخي؟ يمكن كذلك يا سامي رغم أن بعضهم لن يستفيد من هذه الطريقة الطريقة الأخرى هي قراءة الكتاب المقدس بالترتيب الزمني يختلف ترتيب الأناجيل في كتبنا المقدسة عن الطريقة التي يرتبها بها اليهود ابحثوا عبر الإنترنت وعرفوا الترتيب الزمني لكتابة الأناجيل وقرؤوها حسب ترتيبها فكرة رائعة ويمكنون كذلك تقسيمها بحسب المحتوى واختيار فئة معينة للبدء بها ربما تريد أن تبدأ بموسى ثم ترغب في قراءة كتب الشعر وكتب الحكمة ثم تحاول قراءة كتب التاريخ قبل الانتقال إلى الأنبياء المهمين وأخيراً الأنبياء الآخرين هذا ما فعلته أول مرة قرأت فيها الكتاب المقدس بالكامل وقد سهل ذلك تقسيمه إلى أجزاء من السهل إدارتها ماذا عنك يا سامي؟ ألديك نصائح لدراسة الكتاب المقدس؟ ثمت أمر واحد يجب الانتباه إليه وهو كيفية تناسب القصص الفردية مع القصة الأكبر بعض القصص في العهد القديم عند قراءتها من دون التعمق بها يمكن أن تكون مرعبة ومحطمة للقلب الكتاب المقدس لا يضف الجمال إلى الأحداث أليس كذلك؟ لا لا يفعل ذلك ولكن لمس أن القصص الفردية تتوافق مع صلاحياه وحبه مفيد حقاً تستمتع زوجتي باستخدام أقلام الألوان لتحديد مقاطع معينة مثلاً في الكتاب المقدس يمثل اللون الأزرق القانون لذا أي مقاطع تتحدث بوضوح عن ناموسياه تحددها بالأزرق ويرمز اللون الأخضر إلى الأمل لذا تحدد الوعود بالأخضر لا أعرف ما هي كل الفئات لكنها تسهل العثور على أي أمر في الكتاب المقدس يروقني ذلك وأنا أكتب في الهوامش فهذا مفيد حول الكتاب المقدس إلى كتابك يا سامي اقرأه واستخدم واقتراحي لك إذا علقت في قراءة مقطع ما ببساطة تخطاه أو تخطى الإصحاح وانتقل إلى آخر نظن أنه لا يمكننا ذلك لا يمكنك تخطي إصحاح أو فقرة لأنك قد تفوت أمرا كبيرا يحاول الروح القدس تعليمك إياه أسبق أن روادتك هذه الفكرة؟ نعم بالطبع كلنا اختبرنا ذلك قراءة اسم صعب يؤدي بدوره إلى اسم أصعب ثم آخر أكثر صعوبة فيصبح الأمر موملا إذن فهمت قصدي طبعا يا سامي لكن إليك التالي أنت محق في أنه إذا علقنا في قراءة الكتاب المقدس ووضعناه جانبا وتوقفنا عن قراءته فستصبح العودة إليه صعبة لذا الأفضل تخطي إصحاح أو إصحاحين والاستمرار في القراءة والدراسة بدل التوقف تماما يمكنك دائما العودة إن تخطيت إصحاحا أو إصحاحين فهذا لا يعني أنه لا يمكنك العودة وقراءته في وقت آخر لا تتوقف عن القراءة ولا عن الدراسة ما وجدته مفيدا في الكتاب المقدس حقا هو استخدام قاموسه والبدء بالبحث عن الكلمات في الكتاب المقدس لن تصدق يا سامي الأعماق التي يمكنك الغوص بها والأبعاد التي يمكنك اكتسابها عندما تبدأ بالبحث عن تعرفات الكلمات الرئيسة في أي مقطع صحيح أحيانا يمكنك العثور على معنى آخر لم تكن تدركه يمكنك حتى فعل ذلك مع الأولاد أنت ملتزم وعازم على قراءة إصحاح عن الأولاد حسنا ابدأ البحث عن معاني الأسماء المختلفة للأشخاص المدرجين فالأسماء الإسرائيلية لطالما كانت تحمل معاني مهمة مثلا اسم النبي إيلية يعني إلهي أو ياه أليس اسما جميلا؟ بالفعل ابحث عن معاني الأسماء المختلفة ولن يكون الأمر مملا إحدى فوائد قراءة الكتاب المقدس بالكامل حتى لو كان عليك تقسيمه إلى أقسام هي أنك ستتمكن من رؤية النطاق الكبير للأحداث في سياقها الآن إذا كنت تشعر بالإراق وتريد اختصارا للتعمق في الرؤية فإليك مقطعين يمكنك البدء بهما سفر الخروج السابع حتى الحادي عشر والسابع من دانيال كانت ضربات مصر نذيرا للضربات في الرؤية وبينما تقرأ هذه المقاطع حلل سبب إرسال يهوى للضربات إلى مصر ماذا كان يحاول أن يفعل؟ هل حقق ما أراد؟ ثم اعمل على تطبيق التحليل على الضربات الموصوفة في الرؤية ستتعلم الكثير بهذه الطريقة المقطع الآخر هو دانيال السابع كل دانيال ممتاز ولكن الإصحاح السابع مميز ستجد هنا المفتاح الذي يشرح رموزا كثيرا مستخدمة في الرؤية وأخيرا لا تنسى أن ما تزرعه ستحصده أتريد فهم الرؤية؟ اقضي بعض الوقت في دراسة العهد القديم بهذه الطريقة ستكتسب المعرفة الأساسية التي افترض يحنى أن جمهوره يتمتع بها أنتم تستمعون إلى راديو فرصة العالم الأخيرة راديو فرصة العالم الأخيرة نحضر عالما للعيش في مملكة يهوى كتبت جين من الولايات المتحدة كنت أدرس السبت الكتابي ولا يزال لدي الكثير لأتعلمه لكنني أشعر بالرهب من جمال هذا الحق بعض الأمور التي تسألت عنها في الماضي تتوافق وهذا الحق شاركتها مع زوجي في البداية كان مهتما بها ولكن أخباره الراعي بعدها أنها نظرية اخترعها رجل يدعى جاناثان ديفيد براون قضى وقتا طويلا في السجن الفيدرالي بعد إدانته بجرائم الكراهية وشهادة الزور لذا لم يعد زوجي الآن يريد أي علاقة بالسبت القماري فهل صحيح أن هذا الرجل هو من طرح فكرة السبت القماري وإذا كان الأمر كذلك فكيف نعرف على وجه اليقين أنه صحيح وما مدى موثقية الدليل على السبت القماري لم أسمع بجوناثان ديفيد براون لذلك أجريت بعض البحوث لأعرف على وجه اليقين ما كانت تتحدث عنه حسناً فلنجب عن بعض الأسئلة أولاً عماً نتحدث فجوناثان ديفيد براون كان مهندس صوت أمريكياً ومنتج تسجيلات في تأليف الموسيقى المسيحية المعاصرة عام 1992 حكم عليه بالسجن لسبعة عشر شهراً في السجن الفيدرالي بتهمة التواطؤ بعد وقوع الجريمة بعد تهمتي جرائم الكراهية وشهادة الزور بعد وقوع الجريمة أهذا يعني أنه لم يرتكب الجرائم بنفسه؟ لا، بل كان مذنباً لأنه ساعد مراهقاً متورطاً في الاختباء من السلطات وأظنه أخفى سيارته أو ما شابه السؤال الثاني الذي يجب طرحه والذي يتطرق إلى جوهر سؤال جين هو هل هذا الرجل مصدر موثوق لتبني عليه إيمانك بالسبت الكتابي؟ إجابة هي لا، ينبغي أن لا تبني أي اعتقاد على كلام أي شخص بل عليك دائماً أن تجري أبحاثك بنفسك ثم بناء على ثقل الأدلة تقبل الحق أو ترفض الخطأ أياً كان ما يلهمك به الروح القدس صحيح، لطالما قلنا إننا لا نريد أن يقبل أي شخص كلمتنا بلا دراسة قوموا ببحثكم الخاص الآن، هل اكتشف براون السبت القمري؟ نعم، فعل، وبنفسه، لكنه ليس الوحيد الذي اكتشف السبت الكتابي فمنذ بضع سنوات تواصلت مجموعة من الكنائس المنزلية في لا أتذكر ما إذا كانت كوستاريكا أو كوبا مع فريق فرصة العالم الأخيرة اكتشفوا حقيقة التقويم الكتابي بمجرد دراسة الكتاب المقدس وملاحظة أن السبت في الكتاب المقدس يقع دائماً في اليوم الثامن أو الخامس عشر أو الثاني والعشرين أو التاسع والعشرين من الشهر كما أجروا المزيد من الأبحاث واكتشفوا كيفية عمل التقويم القمري شمسي لذا إذا كان السؤال هو هل نشأت فكرة السبت القمري مع جوناثن أو استعيدت من خلاله فالإجابة على كلا السؤالين هي لا بالتأكيد فقد اكتشف مسيحيون كثيرون في أوقات مختلفة وأماكن مختلفة حقيقة أن التقويم البابوي الحديث لا يتوافق مع التقويم الكتابي وهذه مشكلة إذا كنت تؤمن بأن اليوم الذي تعبد فيه مهم أو إذا كنت ترغب في الاحتفال باليوم الفعلي لقيامة ياهوشوة صحيح يا سامي عام 1995 صدر أمر عن مكتب رئيس المؤتمر العام للأدفنتست السبتيين بتكليف مجموعة دراسة للنظر في هذه المسألة بالذات وأظن أن الأدفنتست السبتيين هم أكبر طائفة بروتستانتية في العالم ملتزمة بالعبادة يوم السبت الجريغوري معتبرينه السبت الكتابي ولطالما علموا أن اليوم الذي تمارس فيه العبادة مهم لذلك كان هذا مهما بالنسبة إليهم وماذا حدث؟ آخر ما سمعته هو أن الأدفنتست يعارضون بشدة السبت الكتابي قامت مجموعة الدراسة التي كانت مكونة من بعض كبار العلماء والمدافعين بدراسة هذا الموضوع واكتشفت لصدمتهم أن التقويم الكتابي لا يتوافق والتقويم الحديث وبالتالي السبت الجريغوري ليس السبت الكتابي ربما وقع ذلك في الوقت الذي اكتشف فيه جوناثان التقويم الكتابي لكنه لم يكن مرتبطا باكتشافه ولدي اقتباس من أحد أعضاء اللجنة من مقالة بعنوان إخفاء السبت القمري تجربة كنيسة الأدفنتست السبتيين إنها مقالة طويلة نوعا ما ما عليك سوى القراءة من عند عالمتي الاقتباس تفضل يا ساب وعندما سئل عما إذا كان مسؤولو الكنيسة الذين عينوا اللجنة وهم يجهلون الموضوع يظنون في الواقع أن لجنة الدراسة يمكنها ضحض السبت القمري قال أحد أعضاء اللجنة في جهلهم ظنوا بالفعل أن لديهم لجنة ستوافق على ما يطلب منها الموافقة عليه وسيختمون كل ما يطلب منهم الموافقة عليه لكن بعد بضعة اجتماعات رأوا أنهم لم يتمكنوا من الحصول على إجماع منا ومن التهجم علينا فأغلقوا الموضوع رأوا أنهم كانوا على وشك التسبب بمشاكل كثيرة فأغلقوا الموضوع قال عضو اللجنة نفسه لاحقاً أنه تم التصويت على إغلاق الموضوع برمته لأنه كان يخشى أن يؤدي على حد تعبيره إلى انهيار الكنيسة نهاية الاقتباس أدركت قيادة كنيسة الأدفنتست السبتيين أن السبتة الجريغوري ليس السبتة الكتابي منذ ثلاثينيات القرن العشرين على الأقل وهناك دلائل على أنهم كانوا يعرفون ذلك حتى قبل ذلك وهم ليسوا الوحيدين فمنظمة غريس كوميونيون انترناشنال المعروفة سابقاً باسم كنيسة الرب العالمية كانت تدرك جيداً أن السبتة الجريغوري ليس السبتة الكتابي ولكن مثل السبتيين لم يكن هذا موضوعاً أرادت قيادة الكنيسة متابعة نعم من الصعب ممارسة العبادة يوم السبت عندما يحتفل معظم العالم المسيحي بيوم الأحد ومحاولة إقناع أعضاء كنيستك بالعبادة وفقاً للتقويم الكتابي لن تسير على ما يرام سيؤثر ذلك على الكنيسة مالياً فالكنائس مؤسسات مالية أيضاً توظف الكثير من الناس ولن تزعزع مكانتها لكن هؤلاء البروتستانت الملتزمين بيوم السبت الغريغوري ليسوا الوحيدين فعلماء اليهود يدركون جيداً أن التقويم الكتابي هو تقويم قمري شمسي وأن الدورة الأسبوعية في أوقات الكتاب المقدس تبدأ من جديد مع أول كل شهر جديد الدكتور إفياتير زيرو بافيل هو علم يهودي وهو أستاذ علم الاجتماع في جامعة روجرز وله عدد من الكتب واحد منها معي هنا وعنوانه دائرة الأيام السبعة تاريخ الأسبوع ومعناه يتحدث فيه عما يسميه أشباه الأسابيع تقويمنا الحديث لديه دورة أسبوعية مستمرة مثلاً السبت الواحد والثلاثون من كانون الأول ديسمبر من عام 2022 أعقب مباشرة يوم الأحد الأول من كانون الثاني يناير من عام 2023 وما من انقطاع في الدورة الأسبوعية على الإطلاق حتى عندما يكون هناك يوم كبيس يتم إقحامه من دون أي انقطاع في الدورة الأسبوعية المكونة من سبعة أيام الطريقة ليست مماثلة في تقويم الكتاب المقدس إذ تستأنف الدورة الأسبوعية كل شهر لهذا لاحظ جميع طلاب الكتاب المقدس الملتزمين أنه في أي وقت يرتبط فيه التاريخ بالسبت في الكتاب المقدس فإنه يقع دائماً في واحد من أربعة تواريخ فقط الثامن أو الخامس عشر أو الثاني والعشرين أو التاسع والعشرين من أي شهر وأيام القمر الجديد كانت دائماً أول الشهر وهذا ما يشير إليه زيرو بافيل بأشباه الأسابيع الآن انتقل إلى مقدمة الكتاب متى نشر؟ يقولون نشرته مطبعة جامعة الشيكاغو عام 1985 أي قبل سنوات من قيام براون بحل الألغاز وربط الأحداث ويوثق زيرو بافيل في كتابه كيف أرادت الكنيسة الأولى بعد قرون عدة من المسيح أن تنأ بنفسها عن جذورها اليهودية ولهذا توقفوا عن العبادة يوم السبت الكتابي وبدوا الاحتفال بيوم الأحد فلنرى ما سيقوله عن الأسبيع القمارية سامي هل تنتقل إلى الصفحة عشرة وتقرأ المقطع المسطر؟ أول من أنشأ دور أسبوعية مستمرة كانت مستقلة تماما عن الدورة القمارية هم المصريون القدامى ربما لأنهم كانوا من عبدة للشمس وهو ما حررهم أساسا من ضرورة ممارسة التقوص القمارية فقد تجاهلوا القمر عمليا في تقويمهم المدني الذي كان يعتمد على 12 شهرا يتكون كل منها من 30 يوما وكان كل شهر بدوره مقسما إلى ثلاثة أسابيع مدة كل منها عشرة أيام من المثير للاهتمام أن نلاحظ أن تقويما الحديث التقويم الجريغوري الذي سمي على اسم مؤسسه البابا جريغوري الثالث عشر يعتمد على التقويم اليولياني الوثني إنه تقويم شمسي وليس له أي علاقة بالقمر فالأسابيع لطالما كانت مرتبطة بالقمر ولكن ليس بالتقويم الشمسي التقويمات الشمسية وثانية ولطالما كانت كذلك لكن النقطة التي أريد التأكيد عليها هي أن هذه أخبار قديمة وهذه حقيقة تاريخية وأثرية موثقة ولا علاقة للأمر برجل يجلس في السجن وكان لديه الوقت الكافي لربط الأحداث التي كان يراها في الكتاب المقدس مرة أخرى اليهود يعرفون هذا هذا اقتباس من الموسوعة اليهودية العالمية لا أذكر متى نشر بالتحديد لكنه كان في النصف الأول من القرن العشرين وهو من مقالة بعنوان الإجازات صفحة أربعمائة وعشر القمر الجديد لا يزال يعتمد على الدورة القمرية وكذلك السبت الكتابي في الأصل يعود كلاهما إلى فترة البدو الرحل في إسرائيل وكان يتم الاحتفال بالقمر الجديد بطريقة الاحتفال بالسبت نفسها ولكن تدريجيا أصبح أقل أهمية في حين أصبح السبت أكثر فأكثر يوماً للدين والبشرية للتأمل والتعليم الديني أو سلام الروح وبهجتها كما سبب تأثيرات قوية ومفيدة خارج اليهودية نهاية الاقتباس ثم تقتباس آخر هنا ومن الموسوعة نفسها في مقالة بعنوان أسابيع جاء فيها السبت السبت الكتابي الأسبوعي نشأ في الأصل من الدورة القمرية ويحتوي على أربعة أسابيع تنتهي بالسبت بالإضافة إلى يوم أو يومين إضافيين غير محسوبين في الشهر إنها أشهر قمارية أشهر مبنية على القمر حسناً حتى كلمة شهر أو مونث بالإنجليزية من كلمة قمر أو مون الكلمة الأصلية هي في الواقع مونث كلمة مضحكة لكن في الكثير من اللغات كلمة القمر أو مون هي الكلمة القديمة التي تعني الشهر أو مونث جيد إليك هذا الاقتباس وهو من مقالة بعنوان العيد الرعوي في الموسوعة اليهودية عندما تقرأه يا سامي لاحظ الارتباط الوثيق بين الأقمار الجديدة التي كانت فئة من الأيام المقدسة والتي كانت اليوم الأول من كل شهر جديد واليوم السابع السبت في البداية لم يكن عيد القمر الجديد يحسب من بين أيام الأسبوع السبعة وبعد انقضاء ثمانية وعشرين يوما سبعة أيام ضرب أربعة أسابيع تم تقريب يوم أو يومين كأيام قمر جديد وبدأت دورة جديدة مدتها أربعة أسابيع وأصبح السبت الكتابي عيدا متحركا لاحقا أصبح الأسبوع والسبت الكتابي ثابتين في دورة الأسبوع الكوكبي وأدى ذلك تدريجيا إلى تدني أهمية مهرجان القمر الجديد الحقيقة هي الحقيقة بغض النظر عن من يقولها حقيقة السبت القمري لم يخترعها مجرم كما أن هذا لا يحولها إلى حقيقة أقل لأنه ببساطة كان من أوائل الذين بدأوا بمناقشتها على نطاق واسع نعم يا يوسف نقطة سديدة خسارته كانت أقل من خسارة راع مثلا أو كاهن أو عالم للكتاب المقدس يكسب راتبه من منظمة لا تريد تعطيل الوضع الراهن سأضيف أمرا حين تحاول مشاركة أمر ما مع شخص ما ويكون الرد مهاجمة الشخص مثل قيام جوناثان ديفيد براون بتدريس السبت القمري فهذه مغالطة منطقية نعم مغالطة القدح الشخصي أد هومينم المنطقية صحيح يا سامي كثيرا ما يحدث ذلك عندما لا يكون لدى الأشخاص حقائق تدعم حججهم ثم يلجأون إلى الحجج العاطفية وهنا يأتي دور القدح الشخصي لذلك قضى براون بعض الوقت في السجن لا نعرف ما في قلبه قضى لص الوقت على الصليب بجوار المخلص مباشرة كان مارتين لوثر معاديا للسامية وكان له دور فعال في طرد اليهود من ولاية ساكسونيا في عام 1537 نعم أتذكر مدى صدمتي عندما قرأت كتابه عن اليهود وأكاذيبهم أوصى في الواقع بأن يقوم المسيحيون بإشعال النار في معابدهم أو مدارسهم وذهب إلى حد القول مقتبسا يمنع على حاخاماتهم أن يعلموا وإلا فسيتعرضون لخسارة أرواحهم وأطرافهم هذا قاس جداً يا سامي ومع ذلك من خلاله تم استرداد حق التبرير بالإيمان المجيد إلى العالم يعمل يهوى مع البشر المعرضين للخطأ وعليه أن يقودنا نظن أننا متفوقون جداً ولكن حتى الآن ينقصنا بعض الحقائق التي لم نتعلمها بعد لذلك فلنمنح بعضنا الحرية للتعلم والنمو ولنمنح يهوى الحرية لاستخدام من يرغب في نشر حقائقه صحيح هذا هو التعاطف والتفهم اللذان نطلبهما بينما نتعلم وننمو التالي نادية يعقوب مع الوعد اليومي مسيحيون كثيرون يحبون سفر الرؤية فهم يلتهمون نبوآته آملين الحصول على إشارات محددة للنهاية ليراقبوها وهذا مريح لأنهم يرون أن المجيء الثاني أمر يمكن التنبؤ به أو على الأقل يعلمون عندما يقترب ويتجنب مسيحيون آخرون هذا السفر خوفا من تحذيرات أحكام الموت والاستشهاد لكن الحقيقة مختلفة فسفر الرؤية لم يكتب للتنبؤ بنهاية العالم بل لتدمير أوروشالين قد يبدو هذا صادما لكن الدليل قائم خصصوا الوقت الكافي لدراسة هذا الأمر بنفسكم ابدأوا من موقعنا www.worldslastchance.com ابحثوا عن مقال بعنوان عشرة أسباب للاعتقاد بأن سفر الرؤية كتب قبل العام 70 ميلادي هذا مهم لأن تاريخ التأليف يكشف عن الحدث الذي تم التنبؤ به ابحثوا عن عشرة أسباب للاعتقاد بأن سفر الرؤية كتب قبل العام 70 ميلادي على www.worldslastchance.com مرحبا هنا راديو فرصة العالم الأخيرة معكم نادية يعقوب في وعد اليوم من كلمة ياه كان أرت طفلاً يهودياً من كوينس في نيويورك التحق بجامعة كولومبيا حيث حجزت له في مسكن الطلاب غرفة نوم يشاركه فيها شاب آخر يدعى ساندي سرعان ما أصبح الشابان صديقين حميمين وما ساهم في تعزيز صداقتهما حبهما المتبادل للموسيقى والأدب للأسف خلال الفصل الدراسي الأول من سنته الأولى لحظ ساندي أنه يعاني ضعف النظر فذهب إلى الطبيب الذي شخص إصابته بالتهاب الملتحمة لكن نظره بدأ يسوء أكثر فأكثر لذا أحاله الطبيب إلى اختصاصيين شخص حالته تشخيصاً مدمراً قال له إنه سيصاب بالعمى وفي شهر كانون الثاني يناير فقد بصره بالكامل أصبح ساندي في حالة نفسية يرثى لها وتخلى عن حلمه بالتخصص في الحقوق وعاد إلى المنزل كانت عائلته فقيرة ما ثقم قلقه لكونه أصبح عبءاً مالياً إضافياً عليها وهذا ما جعله يغرق أكثر في الاكتئاب فقطع كل اتصال بأصدقائه وزملاء الدراسة السابقين لم يمضي وقت طويل حتى طرق أحدهم الباب كان أارت الذي أصر على عدم السماح لصديقه بالاستسلام والتخلي عن الحياة تطلب الأمر الكثير من الكلام لكن أارت أقنع ساندي في النهاية بمحاولة إنهاء تعليمه ووعده بالبقاء إلى جانبه وبذل قصار جهوده ليحول دون رسوبه بالمعنى الحرفي والأكاديمي على حد سواء وهذا بالضبط ما فعله أارت فقد واضب على مرافقة ساندي في الصف وفي الكافيتاريا لم يشاء أن يشعر ساندي بالوحدة حتى أنه بدأ يشير إلى نفسه بكلمة ظلام عندما كان يقرأ لساندي من كتبه المدرسية كان يمزح قائلاً ظلام سيقرأ لك الآن باختصار كرس أارت نفسه بالكامل لمساعدة ساندي على التكيف مع واقعه الشديد لكنه أراد المزيد لصديقه فرغم سعادته بمساعدة ساندي إلا أنه أراد أن يستعيد صديقه الثقة بالنفس التي فقدها في أحد الأيام بينما كان الشابان يشقان طريقهما عبر محطة جراند سانترل تذكر أارت فجأة شيئاً مهماً للغاية كان عليه القيام به في تلك اللحظة بالذات فسارع أارت إلى المغادرة بعد أن طمأن ساندي بأنه سيكون على أفضل ما يرام شعر ساندي برعب شديد ورح يصطدم بالناس والأمتعة والجدار فسقط أرداً وجرح ساقه بعد معاناة دامت قرابة الساعتين تمكن أخيراً من شق طريقه إلى القطار الصحيح عند خروجه إلى الشارع 116 استطم بشخص اعتذر إليه بسرعة كان أارت فأدرك ساندي على الفور ما حدث في النهاية أارت لم يتركه بل لزمه خلال كل تلك الساعات المرعبة والصعبة كان يرقبه ليتأكد من أنه بأمان وبقيامه بذلك منح ساندي إحساساً متجدداً بالاستقلالية بعد سنوات كتب ساندي يقول تلك اللحظة كانت الشرارة التي جعلتني أعيش حياة مختلفة تماماً من دون خوف ومن دون شك لذلك أنا أشعر بالامتنان الشديد لصديقي تخرج ساندي من كولومبيا في الوقت المحدد وكان الأول في دفعته ثم تابع دراسته وحصل على درجتي الماجستر والدكتورة من جامعة هارفورد كما أنضى عاماً في أوكسفورد ضمن 24 باحثاً تم اختيارهم كعلماء مارشل في ذلك العام ولكن القصة لم تنتهي بعد فخلال وجوده في أوكسفورد طلق ساندي مكالمة هاتفية من أرت هذه المرة كان أرت هو من يحتاج إلى المساعدة إذ كان شكل مع صديق له ثنائياً فنياً يغني الروك الشعبي وكان بحاجة إلى 400 دولار ليتمكن من تسجيل ألبومه الأول في ذلك الوقت كان لدى ساندي وزوجته 404 دولارات بالضبط في حسابهما المصرفي لكن ساندي لم يتردد لحظة واحدة ووفر لأرت مبلغ الأربعمائة دولار الذي يحتاج إليه لم يكن الألبوم ناجحاً ولكن بعد مرور عام وصلت إحدى الأغاني إلى المرتبة الأولى على قائمة الأغاني الأكثر مبيعاً في الولايات المتحدة كانت الكلمات الافتتاحية للأغنية تشيد بساندي ملقية التحية على ظلام صديقه القديم وقائلة إنه جاء للتحدث إليه مرة أخرى واصل أرت غارفنكل وصديقه بول سايمون تحقيق النجاح وأصبحت جهرتهما عالمية بينما حقق ساندفورد ديفيد جرينبرغ نجاحه الخاص تزوج حبيبته في المدرسة الثانوية وأصبح رجل أعمال ناجحاً جداً ومخترعاً ومؤلفاً وفاعل خير وعام 1966 اختير كواحد من الشباب المتميزين في أمريكا على مر السنين استمر في رد الجميل للآخرين وبقي هو وأرت صديقين حميمين كان أرت الأبى الروحية لأطفال ساندي الثلاثة ويعرف عن ساندي أنه يعيش حياته من دون أدوات المساعدة النموذجية التي يستخدمها ضعيف البصر لا يستخدم العصى ولا كلب مساعدة للمكفوفين كما أنه لا يستخدم طريقة البرايل علاوة على ذلك علم نفسه أن يلعب كرة السلة باستخدام حواسه الأخرى قال أرت إنه عندما أصبح صديقا لساندي أقتبس انبثقت حياتي الحقيقية أصبحت رجلا أفضل في عيني وبدأت أرى من أكون شخصا يعطي صديقه في المقابل يصف ساندي نفسه بأنه الرجل الأكثر حظا في العالم الأمثال الثامن عشر الآية الرابعة والعشرون تقول لنا يوجد محب ألزق من الأخ هذا الصديق هو يهوى وعده لنا في العبرانيين الثالث عشر الآية الخامسة هو التالي لا أهملك ولا أتركك لقد منحنا وعوضا عظيمة وثمينة ابدأوا بالمطالبات بها باسم يوسف وباسمي وباسم فريق فرصة العالم الأخير بأكمله أشكركم على حسن إصغائكم إلينا اليوم حلقة اليوم بعنوان فك رموز سفر الرؤية ورقمها 252 إن استمتعتم بها وترغبون في مشاركتها مع الأصدقاء أو العائلة فهي موجودة على موقعنا كما ننشر حلقات بثت سابقا على اليوتيوب لذا ابحثوا عن حلقة فك رموز سفر الرؤية ورقمها 252 إن كنتم تستمعون إلى حلقاتنا على اليوتيوب فأخبرون برأيكم في التعليقات وإن كنتم تستمتعون بحلقاتنا فكافئون بإعجابكم لمساعدة الآخرين في العثور على قناتنا ويمكنكم النقر على زر التنبيه لتلقي إشعارات عند تحميل حلقات جديدة نأمل أن تتمكنوا من الاستماع إلينا غدا من جديد وحتى ذلك الحين تذكروا يهوى يحبكم وهو جدير بثقتكم كنتم تستمعون إلى راديو فرصة العالم الأخيرة هذه الحلقة والحلقات السابقة من راديو فرصة العالم الأخيرة متاحة للتنزيل على موقعنا إنها رائعة للمشاركة مع الأصدقاء والاستخدامها في دراسات الكتاب المقدس كما أنها مصدر ممتاز لأولئك الذين يعبدون يهوى بمفردهم في المنزل للاستماع إلى الحلقات التي بثت سابقا زوروا موقعنا وانقروا على رمز راديو فرصة العالم الأخيرة المعروض على صفحتنا الرئيسية في تعاليمه وأمثاله لم يقدم المخلص أي علامات للأزمنة يجب الانتباه إليها بدل ذلك فحوى رسالته كان اليقظة المستمرة انضموا إلينا مرة أخرى غدا للحصول على رسالة أخرى مليئة بالحق بينما نستكشف مواضيع مختلفة تركز على عودة المخلص وكيفية العيش في استعداد دائم للترحيب به بحرارة عندما يأتي راديو فرصة العالم الأخيرة نعلم العقول ونعد القلوب لعودة المسيح المفاجئة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر